نقول بقى الكرام اللي ينفع يخش العقل وحدة وحدة كده نمشيها وحدة وحدة لعل وعسى لعل وعسى نفيد بعض أول حاجة أول حاجة كان فيه اجتماع من أسبوع بين اتحاد الكورة وكلاتنبرج وساعتها قلت لحضراتكم إن بيان اتحاد الكورة بعد الجلسة مع كلاتنبرج بيقول بين السطور احنا مش راضين عن أداء لجنة الحكام البيان ما قالش كده نصا بس كان فيه كلام من نوعية مش عاجبنا الأداء التحكيمي عايزين تطويل التحكيم عايزين حكام شباب عايزين تغييرات في لجنة الحكام البيان كان بيقول كده بعد الجلسة مع كلاتنبرج تمام؟ قعدنا وخلصنا واللي حصل حصل وساعتها قلت لحضراتكم حاجة مهمة أنا كاتحاد كورة عند اجتماعات يومية مع كثير من اللجان والموظفين عشان تسيير عملية الاتحاد ولجانه صح؟ يوميا ده بيحصل وإلا ما بيشتغلوش هم بيشتغل ماشي إيه اللي بيخلينا كل شوية نطلع إن إحنا هنجتمع مع كلاتنبرج إيه اللي يخلينا شوية بعد الاجتماع نقول اللي حصل في الاجتماع إيه يخلينا نعمل كده؟ وأنا قلت لكم موقتها وأكررها تاني اتحاد الكورة عايز يقول أجماعة أنا جبت لكم خبير تحكيم أجنبي كبير ما حتش قلي شوية بقى يقول لي اتحاد الكورة والتحاد الكورة والتحاد الكورة كلموا كلاتنبرج أو قولوا إن كلاتنبرج هو اللي وحش أو قولوا كلاتنبرج هو اللي عنده مشكلة أي دي بقى أول حاجة هنقف عنده النهاردة لأ أنا عايز اتحاد الكورة يحمي رئيس لجنة الحكام يحمي الحكام المصريين أنا أنا عايز اتحاد الكورة يعمل كده طيب فرضا اتحاد الكورة أصلا مش مقتنع باللي بيعملو كلاتنبرج يمشي يمشي أنا ضد الفكرة دي تماما بس حركة يسكن انت مش قادر تحميه عشي انت مش مقتنع بأفكارها أو بشغله ماشي هات بقى حاد انت مقتنع بيه عشان تتحمل المسؤولية لكن فكرة النهار رفع ايدي ولا مليش دعوة النهاردة اجتماع الاسبوع اللي بعد رابط الأندية متضايقة عشان هي الممثلة عن الأندية فنعمل اجتماع تاني طيب أنا لو كلاتنبرج لا الوضع ده هيبقى بالنسبة لي مريب شوية غريب شوية طيب سيبوني اشتغل شوية طيب سيبوني اطور ما انا اكيد ما بطورش خلال سبعة ايام طيب دي جزئية جزئية تانية خلونا منطقيين مرة واحدة بس عشان نعرف نطور بصوا خلاصة الخلاصة كده كده مفيش نادي في مصر راضي عن التحكيم طيب خد اللي بعدها مفيش نادي في مصر لو سألته هو جماهيره قلت له طب انت ايه الحكم اللي انت بتحبه او شايفه انه هو فيه جميل وشاطر مش هيقول لك اسم انا كده كده هاعترض على التحكيم طول الوقت كده كده هاعترض على التحكيم طول الوقت ليه عشان كل نادي في مصر كورة يعني عنده اخطاءه اللي بيمشي مداربين كتير اللي ما عمدش صفقات كويسة اللي مش مستقر مع لعبته في المستحقات كل واحد في مصر في الدول المصري عنده مشكلة كل ادارة عندها مشكلة كل جايز فني عنده مشكلة كل لعيبة عندها مشكلة تمام هتلاقي ايه اي حد عنده مشكلة بدل ما يشايل نفسه المسئولية هيقول لك ايه الحكيم طيب هل الحكام ما بيغلطوش لا بيغلطو هل الحكام في مصر اخطاءهم كتير اه هل احنا عايزين تطوير جدا 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 بس بقى كدلك لو احنا بقى الحكام اللي عندنا كلهم حكام الدولة الانجليزي يعني جيبنا حكام الدولة الانجليزي كده وقالنا روح حكمه في الدولة المصرية وجيبنا رئيس لجنة الحكام بتاع انجلترا وقالنا روح علينا في مصر كده كده هيبقى في انتقادت اه مش بسمي عنديه بعينها بتعترض كل عنديه بتعترض طيب يبقى احنا وقفين عنده دقطتين مهمين اول حاجة اتحاد الكورة ولاجنة الحكام لازم يطور الحكام بتاعنا عشان الاخطاء تقل مش تتلغي النهاردة حرب في الدولة الانجليزي حرب شاستر سيتي مؤلع الدنيا عشان هدف احتسب لمانشستر لو ناديد وبيقول عليه تسلم حرب كيكها بتحصل اخطاء هتحصل هتحصل كاس العالم كمالين اخطاءها برضو عادي بس نقللها ما تبقىش اخطاء سازجة تبقى اخطاء العادية اللي هي بتبقى مؤسرة بالمناسبة بس مفهوم فيها خلاف في وجهات النظر ما تبقىش حاجة واضحة كده ففيه اخطاء هتحصل فده مسئولية لجنة الحكام واتحاد الكورة اتحاد الكورة بقى نفسي شوف اتحاد كورة بيحمي لجانه احمي لجنة المسابقات لما كانت لجنة المسابقات في اتحاد الكورة اللي هي مع الربط احمي لجنة الحكام احمي لجنة الانضباط احمي لجانك احمي موظفينك احمي أعضاء مجلس الإدارة احميهم خليك صارم بس عشان تبقى صارم لازم تبقى كل تصرفاتك صحيحة من نسبة 100% بمعنى أنا ما بفهمش خالص ولحال الوقت مش فهمها وكان معيك كابتن محمد فاروق نادي برئيس لجل الحكام من يومين وهو أيضا أكدها لي يعني كنت بقولي ممكن أنا مش ياخد بالي بس هو أكدها لي أن هي بتحصل أنا ما بفهمش يعني نادي بيبعت يقول أنا مش عايز الحكم الفلاني يعني نادي يبعت لما بيبعت طبعا أنا مش عايز الحكم الفلاني هو فعليا ما بيحكملوش بعد كده فترة يعني لأ لأ حاسب الحكم يعني النادي سين الحكم ده كان بيحكمله أخطأ خطأ كبير حضرتك في لجل الحكام عطعقبه بالإيقاف مثلا أسبوعين ثلاثة برحتك بعدها يحكم للنادي ده عادي لك أنا كل يوم والتاني ألاقي نادي يقولك إيه إحنا رفضنا الحكم ده قبل كده وبيقولوه عادي في بيانات نعم إزاي يعني ده بيحصل فين ده طيب من ناحية تانية ما هو النادي ده لما بيرفض حكم وما بيحكملوش فعلا بعد كده فترة طويلة يعني النادي اللي جنبه طب أنا كمان مش عايز الحكم ده طب النادي التالت أنا كمان مش عايز الحكم ده النادي الرابع أنا كمان مش عايز الحكم ده فبتكتشف إيه إنك حتى مش لاقي حكام يحكمه المباراة مش لاقي لا هم دول الحكام اللي عندي هم دول اللي هيديروا المباراة أنا ما كلمت تحد الكورة هم دول اللي هيمشوا المسابقة واللي هيغلط فيهم هيتعاقب بس عقاب حسب لقي حتحطها لجنة الحكام وبس مش الانداية هيا اللي تخط العقوبات مش الانداية هيا اللي تقول إيه أنا كمان كابتو محمد فاروق بيقول لي عشان الانداية ما تحسش إن احنا بنعند معاهم نعم برضو مع حاجات ما بتخشش العقل انتوا يا جماعة شفتوا فين قبل كده في أي دورة في العالم في الدورة الأسباني الإطال الإنجليزي الهندي السنغافوري أي دورة في العالم في نهاية دي بيطلع يقول أنا مش عايز الحكم الفلاني لا ولجنة الحكام أو اتحاد الكورة بيطبقوا لهم اللي هم عايزينه أولاً ده ما بيحصلش وأكيد بالتبعية ده مش هيحصل فكرة إن احنا عاملينها بالحب كده لا لا يا جماعة احنا عايزين مسابقة سليمة وحكام نحميهم وهم يحمونا يحمونا المسابقة بتاعتنا يبقوا متطورين يبقوا أسكية يبقوا ناس جريئة ما بتخافش ما بتقلقش ما بتحطش ضح الضغط ياخدوا كارات بسرامة حكام الفر يبقوا مركزين ومتطورين بشكل كبير عايزين مستوى التحكيم مازال في الكرة المصرية لا مش مستوى كبير بس برضو احنا ما بننديش حد فرصة يشتغل وكلاتن برج دلوقتي موجود وبيشتغل أو بيحاول يطور فرضاً يعني لسه ما شفناش ده مش شفناهوش عشان بس أنا بحب بكلامي واضح عشان بتقولش ده طالع يدافع على كلاتن برجة أو اتحاد الكرة خالص بالعكس أنا قلت هنا أنا لحد الوقت ما شفتش أمارة ما شفتش تطوير بس هي الحكاية مش شوم وليلة هي الحكاية مش شوم وليلة مش عايزين نتعامل مع اللجان ديت أو مع رئيس لجل الحكام زي ما بنتعامل مع المدربين في مصر انت أخرك يومين ثلاثة انت أخرك أسبوعين ثلاثة ولو ما دتنش أمارة تمشي ده كلام فارغ ده ما بيحصلش أي حد بيتطور محتاج من مدته ووقته ونحزبه في الآخر ونحزبه في الآخر يعني هو لو مش كلاتن برج النهاردة بكرة هنجيب مين ما هنجيب اللي انت كنت تنتقده قبل كده وهنمشيه ونجيب واحد غيره وهنمشيه لا لازم نستخد فرص كاملة وأرجوكم نفسي أشوف اتحاد قوي تب أقول لك حاجة هنفسي شوف اتحاد وربطه خدوا قرارات صارمة وقاية ويسيبونا نطلع ننتقدكم يعني نطلع نقول ايه ربطة كانش مفوض تعمل كده الاتحاد ما كانش مفوض يعمل كده بس اعمل اللي انت شايفه صح ومتأكد انه هو صح بلاش المواقمات بلاش المجملات بلاش انه ده هيزعل وده هيتدايق بلاش ما احنا منزعل ونتدايق احنا نبدأ منزعل ونتدايق يبقى مش هنلاقى حل بقى مش هنطور كده كده جمهور الكرة عمره ما هيرضى طبيعة الحال عمره ما هيرضى غير وهو كسبان هل كل الانداء اللي في مصر هتكسب مستحيل مش في مصر اي ناق يعني هل مثلا كل مسابقة الدوري هياخده الدوري هو واحد بس اللي بيكسب الدوري هيبقى راضي غالبا يعني مش بيبقى من نسبة مية في المية بس غالبا هيبقى الاكثر رضا البيئة كله هيبقى متدايق هيبقى متدايق من التحكيم وهيبقى متدايق من المسابقة وهيبقى متدايق من الملعب وهيبقى متدايق من المدرجات وهيبقى متدايق بالشاي والسكر وهيبقى متدايق من المية اللي في التلاجات هيبقى متدايق من كل حاجة عشان بيخسر هنمسك بقى كل واحد متدايق هنحاول نراضيه طيب عشان تراضيه تركز بقى تركز في مسابقة سليمة فيها ملاعب سليمة مدرجات سليمة حكام بشكل رائع مسابقة او نظام مسابقة شكل سليم لكس في شغلك وانسى الضغوط نفسي اللي بيديره الكورة في مصر يتخلصوا من الضغوط كده كده هتفضل موجود تخلص انت منها بقى واشتغل طيب وانا داخل الهوى النهاردة خطرت على بالي فكرة بمناسبة بيانة اتحاد الكورة اللي في اجتماع مع كلاة مبارج ده قلت خش اشوف على الصفحة الرسمية على الفيسبوك بيانات اتحاد الكورة في اخر شهر طبعا يعني ما كانش فيه وقت بس يعني لو عدت لسنة مش هلاقي حاجة بس قلت اخر شهر عايز اشوف مثلا مثلا يعني اتحاد الكورة يجتمع مع المدربين الشباب في الكورة المصرية عشان يشوفوا صبل تطويرهم وتعليمهم والكورسات التدريبية اللي ممكن يخدوها عايز اشوف مثلا اتحاد الكورة يجتمع مع رؤساء الاندية عشان مش عارف ايه عايز شوف اتحاد الكورة يقول مثلا اتحاد الكورة هيجتمع مع قطاعات الناشئين في الاندية عشان نضمن ان يبقى فيه ناشئ جيد للكورة المصرية في المستقبل فخطة العمل وعملة ازاي عايز اشوف الحاجات اللي هي المفروض الدور الاساسي لاتحاد الكورة اتحاد الكورة هو اللي المفروض بقى يركز مع منتخباته الوطنية يشوفها ازاي تتطور يشوف ازاي النواقص اللي كانت عندنا عشان لما نيجي نخسر ما نجيش نقول بقى ايه فينا جماعة على الاهتمام بقطاعات الناشئين فينا جماعة على المحترفين المصريين فينا جماعة على الملاعب عاملة ازاي والنجيلة عاملة ازاي ونقعد نقولي الكلام ده لما منتخب مصر يخسر بس وبعد كده ننسى بقى المنتخب اربع او خمس بيانات متعلقين بالحكام اخر شهر في اتحاد الكورة على الصفحة الرسمية مرة اجتماع مرة تعينات حكام مرة مش عارف الحكام بيؤدوا ايه مرة حكامنا بيروحوا فين اتحاد الكورة اصبح اتحاد للحكام بس يتحدث فقط عن التحكيم بس اتحاد الكورة اصبح دوره يقتصر فقط على لجنة الحكام نتحدث مع اتحاد الكورة عن لجنة الحكام اتحاد الكورة يحدثنا عن لجنة الحكام لا لا اتحاد الكورة دوره اكبر من كده بكتير قوي والهدف الاساس الاتحاد الكورة الآن في وجود رابط الأندية المتخصصة في الأندية والمسابقة وخلافه منتخبات مصر الوطنية وقت ما خرجنا من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم كلنا بدون استثناء بنسرخ على تطوير الكرة المصرية وحطينا حلول وقالنا مش عارف نعمل ايه والناشئين ايه ومحتاجين المحترفين يزيدوا ومحتاجين كمان نجيب لعيبة من بره ومحتاجين المسابقة يبقى شكلها عامل ازاي والمدربين بتوعنا محتاجين نطورهم ازاي كلنا كل اللي بيشتغلوا في الإعلام قالوا كلمتين دول بعد ما خرجنا من التصفيات المؤهلة النهائية تكسل على بمعانا اتحاد الكرة بكامل أعضاء نسينا بقى نفس اللفة ننسى شوية ونفتكر مع أول إخفاق لأ احنا ننسى احنا كناس بتشتغل في الإعلام ننسى عندنا كل يوم أحداث وبنتلق وبنقول أخبار وبنقول لحاجات وبتاع ننسى احنا انت بقى اتحاد الكرة ما ينفعش أبدا تنسى هذا الدور الرئيسي والأساسي فعملك داخل الاتحاد لكن كل يوم اجتماع مع كلاتنبرج ماشي عشان فيه أندية اعترضت من يومين الأسبوع اللي فات كان فيه اجتماع مع كلاتنبرج عشان فيه أندية اعترضت قبلها بيومين الأسبوع اللي جاي في الدوجي أندية هتعترضت فنعمل اجتماع تاني مع تالت مع كلاتنبرج اجتماع رابع مع كلاتنبرج ايه ده بندور بندور في مصر في الكرة المصرية على الحكام وبس وبس قلولي كده يا جماعة حضراتكم سمعتوا ايه من اتحاد الكرة عن تطوير قطاعات الناشئين في مصر سمعتوا ايه عرفتوا ايه طيب قلولي كده المدربين الشباب الكتير اللي في مصر اتحاد الكرة نظمنهم كم دورة في الفترة الأخيرة طيب قلولي كده مثلا مثلا يعني احنا عندنا عدد كبير من المحترفين المصريين اللي محدش يعرف عنهم حاجة في أوروبا وكلمنا عن ده اكتر من مرة هل تعرفوا اتحاد الكرة او اتحاد الكرة وكام واحد مثلا موجود دلوقتي او هيبقى موجود الفترة اللي جاي هم حطوا قائمة كده فيها اسمها كل الناس طيب مين اللي هيبقى موجود في منتخب الشباب في كأس الأمم مين اللي هيبقى موجود في المنتخب الورمبي طيب العناصر دي هي عناصر كويسة فعلا هم مجرد شباب يحملوا الجنسية المصنعين موجودين في الروب بس ممكن ميبقواش كويسين هل احنا عرفنا حاجة عن ده احنا بنعرفش حاجة غير اجتماع اتحاد الكورة مع تلاتنبرج هو ده بس اللي بنعرفه عن اتحاد الكورة وبس او حسن ما كنت بقى بقرة في البيان سفر الاستاذ جمال علام مش عارف لحضور ايه جلسة ايه في الجزائر مش عارف فين في فرنسا فين في أسباب انا مش عايز مع كامل الاحترام للجميع تمام يبقى بيانات اتحاد الكورة مجرد حاجات ما تهمنيش انا كمشجع للكورة المصرية ده انا عايش في التطوير بقى وريني التطوير على فكرة بالمناسبة يعني مش انا محبش اقول كلام مورمي وخلاص هم ممكن في اتحاد الكورة يكونوا شغالين من نار وبيتطوروا كل حاجة ممكن وارد حط نسبة ما انا معرفش فاطلع اقول ان انت ما بتعملش حاجة ليه انا عاطلع اقول كده ما انت ممكن تجي تقول لي ايه ما دي حاجات احنا بنعملها جوة الاتحاد انت مالك بيها لما تشوفوا نتائجها هتعرفوا طب اش معنى بتقول لي كل شوية نتائج مع كلاتنبرج اش معنى كلاتنبرج بس الحدث عندك وبتعرفولي ما ولو انت عايز تشتغل في المداري وده حقك بالمناسبة في الغرف المغلقة براحتك تمام ده ينطبق برضه على جهة الحكام وكلاتنبرج وخلافه بس انت بتطلع لي كلاتنبرج للنور كل شوية بتطلعي الحكام للنور كل شوية لا طب انا في حاجات في النور انا عايز شوفها اكتر من الحكام بصراحة ومرة مليار بقى مليار يا جماعة لا في رئيس نادي ولا مجلس ادارة نادي ولا مدير فني النادي ولا لعبة نادي هيرضوا ابدا عن التحكيم ولا جمهور طبعا جمهور في المطلق ما بيحبش الحكام يعني الحكامة لهمش مشجعين ولو انت محسمت ليش قاوت هتدايقني يعني كده كده لو انا مش حاجة وحقهم لو مش حاجة الكرة بيفرج بين فعلاته انت بقى احمي الكلام ده احمي حكامة خليهم ناس جريئة في الملعب احنا بنشوف بعنينا لا في حكام كتير بينزلوا المباريات قلقانين مترددين خايفين يبقى القرار واضح يقول لك سنة سنة اسمع الفار تسمع الفار ليه ده اي حد هيشوفه ولما يسمع الفار لا لا بس هو انا احسبها طب لا اروح اشوف الفار احسب بيقلقوا طبعا بيقلقوا عشان بيتضغطوا طول الوقت وبصراحة شديدة بصراحة شديدة مفيش حد بيحميهم انا مش بقولين حكامنا دول اعظم حكام انا مش هعمل الكلام ده انا حكام المصريين اعظم لا احنا عندنا حاجات محتاجين نطور بس برضو احمل بشر انا ازاي هنزل اشتغل وانا مضوط وانا ده هيشتمني وهيهجمني وده هيشتمني وهيهجمني وكمان اللي انا او مديري مدير اللي هو اتحاد الكورة او لجنة الحكام ما بتحمينيش طبعا انا كده ده انا كده انتو رمييني للنار هاخد قرارات ازاي ده في الدول الانجليزي بيقولك لو في لعب خطرد وقف تكلم مع الحكم شوية هتوقف هتتضاعف العقوبة احنا عندنا اللعب اللي بياخد طرد بيقعد ست ساعات في الملعب يعترض هو والجهاز الفني وبقى اللعبين واخناءة وطويلة ونقعد ربع ساعة مستنيين فيش اي نوع من انواع الانضباط خالص طيب ده بقى بيأثر على ايه وانت يا سيد يا نادي لما بتقعد تضغط على الحكم وتقول الحكم ده مش عاجبني او الحكم ده ما بحبوش او الحكم ده مش عايزه في المباراة بتاعتي لما بييجي بقى يدلك مباراة بعد 17 اسبوع وده غلط طبعا مثلا هو بينزل المباراة ده بيبقى عامل ازاي عنده خيار من اللي اتنين شوف الضغط اللي عليه انه يجاملك عشان ما تدقيقش عليه تاني فتخليه بعد عن مباراة دك 17 مباراة مثلا فدي تبقى مشكلة كبيرة جدا للنادي اللي بيلعبك او او عايز يثبت بقى انه هو جامد جدا فيظلمك تاني انه انا ما تخضتش ولا خفت من اللي انت عملته ما تحطه تحت ضغط حسابية عمالة دور في دماغه مش عارف اشتغل عادي انا دايما بقول سيبه الجمهور يتدايق بقولك النهاردة على تويتر بقلب جمهور منشستر سيتي مسكين الحاكم اللي كان بيدين مباراته مع منشستر ينايتد غسيل ومكوى غسيل ومكوى بيب جورديولا بعد المباراة في المؤتمر الصحفي بيقول اه ما عشان المباراة في اولد ترافل الحكام بتخافه يا في اولد ترافل عادي عادي الانتقادات بتاعت الحكام بتحصل في كل حتة في العالم مش بقول صح بس عادي بتحصل هل بقى رابط الانداء الانجليزية والاتحاد الانجليزي ولا 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 هيطلع يقول احنا هنوقف الحكام ده احنا مش هلعب الحكام ده تاني الحكام ده مش هيدين مباراة لمانشستر سيتي تاني فيش بقى يعني انا بقى عايزة فتفت في الكلمتين اللي انا عايزة اقولهم لحضراتكم عشان احنا زي ما قلت لكم بنقعد نلف في نفس الدايرة ما منطلعش منها كل موسم كل موسم والله والله كل موسم ده الواحد بيفرج على كورة هو بقى له بتاع عشرين سنة تمام نفس الكلام ونفس المواقف ونفس الاكشن ونفسك الحكايات وحكام ورقسة لجلد حكام بتتغير مئة مرة ولا عمرنا رضينا على رئيس لجلد حكام ولا عمرنا رضينا على حكم فكرني كده انت مش بتفترج عليها هدلوقتي فكرني اقول لي ايه الحكم ده انا كنت بحبه جدا لما كان بيحكم لفريق كان حكم عادل عمرك ما هتحب حكم بس انت مشجع براحتك انا باتكلم عن ناس اللي بيديروا الكورة يبقى المفروض ما يبقواش مشجعين المفروض يبقوا فاهمين ان الحكم وارد يصيب ووارد انه يخطئ ده بيحصل احنا شغنيتنا ايه او شغل اتحاد الكورة ده ايه او لجلد الحكام ايه طور على قد ما تقدر قلل الأخطاء على قد ما تقدر بس الأخطاء هتبدل موجودة ولما هيبقى فيها أخطاء مش هتبدل كل شوية تردق وتوافق على غضب الأندية والغضب هيبدل موجود مش هتخلص مش هتخلص